في هذا الفيديو سوف نتعرف على بعض من الأخطاء الخطيرة التي تقع من بعض المربين كما سنتكلم عن أهمية الفلارس والبلكم هل البلكم يسبب مرض السمنة؟ وهل يمكن الاستغناء عن البلكم والفلارس ووضع الحبوب والفواكه والخضروات للعصافير والبابغاوات؟ في هذا الفيديو سوف نتعرف على كثير من المعلومات التي لا غنى عنها لأي مربي أهلا وسهلا بكم طبعا في خطأ رهيب جدا بيقع من بعض المربين سواء انت عندك بابغاوات أو عندك عصافير طبعا الخطأ ده رهيب جدا ويؤدي إلى طبعا يعني قتل الطائر يعني تقريبا كده الطيور هتموت منك بسبب هذا الخطأ الرهيب جدا حاولوا تتابعوا معي الفيديو للنهاية وطبعا يعني ما تنسوش ان انتو تعملونا إعجاب لأن طبعا الإعجاب دوت يعني ان انت لما تعمل لايك للفيديو بيساعد الفيديو جدا على الانتشار فخلي بالكوا كويس جدا في بعض الناس بتشتري العصافير أو بتشتري البابغاوات طبعا إحنا عندنا العصافير اللي هي الاسترالي اعتمادها الأساسي كله على الحبوب الاعتماد الأساسي بتاعها على الحبوب الطيور دي بتاكل ايه بتاكل الدنيبة وبتاكل الفلارس وبتاكل البلكم يبقى احنا معنا العصافير الاسترالي بتعتمد اعتمادا كليا على الحبوب يعني بنسبة تسعين في المية حبوب ممكن بعد كده بقى دخل أكل لين مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع الخيار مرتين في الأسبوع الخضروات بس دي كلها يعني حاجات كده ايه مكملات إنما الأكل الأساسي بتاع العصافير اللي هي الباجي أو الكوكتيل أو الروز أو الفشر الاعتماد الأساسي كله على الحبوب طيب تعالوا بقى معايا كده على البابغاوات في بعض الناس بتخطأ خطأ كبير جدا وهو إن هي بتحط للبابغاوات فواكه فقط يعني طول النهار فواكه وبطيخ وتفاح ومفيش حبوب مطلقا ما بيحطش حبوب خالص طبعا ده خطأ رهيب جدا هتلاحظوا معايا إن الطائر بيصاب بالضعف ويصاب بالكشة الطائر خملان وتعبان ليه بقى؟ تعالوا كده نشوف ليه؟ أول حاجة طبعا يا جماعة البلكم البلكم خلي بالك تابع معايا الفيديو للنهاية واصبر شوية طبعا البلكم ده هو البلكم مهم جدا بالذات في الشتاء البلكم مهم جدا في الشتاء زي ما انتو شايفين صورة البلكم خلي بالكوا كويس جدا البلكم ده هو يمثل النشويات اللي في خلطة الحبوب النشويات دي بتتحول إلى سكريات وبعد كده بتتحول إلى سعرات حرارية بتعطي الدفء للطيور خلي بالكوا كويس جدا طبعا البلكم بيتسبب في زيادة وزن الطائر وبيؤدي إلى التشحهم يعني هو المسؤول عن عملية التشحهم وعملية مرض السمنة التي تصيب الطيور عشان كده الخلطة بتاعتي في الصيف ان انا مزودش البلكم طائر الحمد لله جسمه سخن اصلا جسمه سخن جسمه دافي وبعدين كمان الطائر في حالة يعني في فترة راحة يعني ما فيش عنده انتاج ما فيش عنده اجهاد مش محتاج بقى يعني نشويات كتيرة مش محتاج سعرات حرارية كتيرة لان الحمد لله احنا في فصل الصيف فترة الراحة طبعا ما فيش انتاج في فترة الصيف الفلارس مهمة جدا جدا للطائر خلي بالك الفلارس مهمة جدا للباب غوات ليه بقى؟ لان الفلارس ديت يعني هي عبارة عن البروتين والفيتامينات اللازمة لطيور الزينة ولا غنى عنها ابدا يعني في ناس النهاردة مع الاسف الشديد يعني رغم غلاء الحبوب فيقولك لا انا هعمل بدائل اه انا هاكل الباب غوات مثلا هاكلهم التفاح والخضروات انت كده هتخلوهم يعني هتبوز الجهاز الهضمي عند الباب غاة وهتقدي الى مشاكل معوية رهيبة جدا فخلي بالك من المسائل الخطيرة جدا ديت وهتاجد بص تلاقي ان الطائر عندك يعني اصيب بالكشة واصيب بالاسهال واصبح الطائر خملان يصبح الطائر كثير منهم على طول نايم على طول وخملان خالص ما بلعبش كده وما فيش عنده نشاط يا جماعة لاغنا ابدا عن وضع الفلارس لان طبعا الفلارس بتحتوي على الالياف والبروتينات تكون مهمة جدا جدا في وقت لما يكون الطيورة تحتها فروخ لان دي طبعا بتعطي القوة والصحة والنمو للفروخ الصغيرة طيب هل الفلارس بتؤدي الى مرض التشحم الى مرض السمنة؟ الفلارس لا تؤدي الى مرض السمنة هو الخوف كله من ان انت تكتر في الخلطة بتاعتك من وضع البلكم يعني البلكم هو اللي بيؤدي الى مشكلة طبعا البلكم بيحتوي على نسبة عالية من النشويات اللي بتؤدي الى التشحم ومرض السمنة لكن الفلارس لا تؤدي الى مرض السمنة ولا الى مرض التشحم انا اعرف ناس كتير جدا من مربي العصافير ما بتعتمدش في التغذية الا على الفلارس فقط ومع ذلك لا تصاب الطيور بالسمنة ولا بالتشحم للأسف الشديد جدا في بعض الناس اللي هي لسه مبتدئة في تربية الطيور والبابغوات بتعتمد اعتمادا اساسيا على وضع الفكهة وعلى وضع البطيخ وعلى وضع الخيار والخضروات ولا تضع الحبوب مطلقا لا تضع لا بلكم ولا تضع لا فلارس ولا تضع اي حبوب فهنا الجهاز الهضمي للبابغاء يعني بيصاب بمشاكل عديدة جدا احنا بنقول ان طبعا في بعض العصافير طبعا العصافير اللي هي الباجي والاسترالي والكناري العصافير ديت والفشر والكوكتيل العصافير ديت لابد يعني تسعين في المية او تسعة وتسعين في المية من حاجتها الاساسية الحبوب لابد من وضع الحبوب الفواكه دي حاجات مكملات فقط الفواكه والخضروات يعني بتحطها مش بتحطها كل يوم انت بتحطها ايه مرتين في الاسبوع اه لما بيكون مثلا في فروخ ممكن تحطها كل يوم الغلة مثلا اللي هي الليينة او الامح اللي هو المستنبت او مثلا الحلبة لكن خلي بالك كويس جدا الحبوب لا غنى عنها طيب استطيع ان انا اجيب الحبوب دي منين اجيب الحبوب دي من المحل الطيور محل طيور الزينة او اروح مثلا عندي اي واحد بتاع حبوب بيبيع حبوب ويسألوا على البلكم وعلى الفلارس وعلى حبوب دوار الشمس او اللي هو اللب السوري اه زي ما هو واضح كده قدامنا في الفيديو لازما لازما الطيور تاكل الحبوب ديت طيب الحبوب دي بقى مشكلتها في حاج ان انا ما ينفعش احط الحبوب ديت في مكان رطب يعني في مكان بيصاب برطوبة اه لان ممكن تصاب بالعفن لازما نحط طيوب الحبوب ده في مكان جاف في مكان اه يتعرض لاشعة الشمس بقى لك الادمن طبعا لك والاقمل لك طبعا لو انت بتخاف على طيورك ان انت تجيب الحبوب ديت وان انت تخسلها كويس جدا وبعد ما تخسلها تحطها على اه وعاء او على صانية ويتسيبها في الشمس لما تجف تماما ليه بقى لان ممكن الحبوب دي كنت تعرضت الى بعض الاشياء او اتحط فيها مثلا حبة الغلة اه او اتحط فيها حاجة سامة او الحبوب ديت مثلا اه اتعرضت لبعض التلوثات او بعض الاشياء اللي هي ممكن تضر العصافير فانا لما اخسلها اه ونظف هذه الحبوب مما تعلق بها وبعد كده اجففها يعني بشكل جامد جدا نسبها مثلا ثلاث اربعة ايام في الشمس في اشعة الشمس اه بالشكل كده انا بقدم للطيور وجبة صحية تماما خالية من اي ملوثات اه من اي فطريات اه من اي عفن تعرض للحبوب اه وبالشكل كده يبقى احنا اه بنحافظ على صحة طيورنا اه اتمنى تكونوا استفدتم معايا ولو حد عنده اي استفسار يسوبهن في التعليقات لا تنسوش يا جماعة اللي عنده بابغاء الضرة وبابغاء الكاسكو لا يأكل الدنيبة بابغاء الضرة لا يأكل الدنيبة ممكن الكوكتيل يأكل دنيبة اه يأكل دنيبة بس بكميات بسيطة ما تكترش اوي يعني ما تكترش للكوكتيل الدنيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته